ازايكو حبيبة عاملين ايوم كاملين النهار ده مع بعض احداث مسلسلة لها بتحب سما رحت علشان تقابل سيرين وتتكلم معاه في الشغل سيرين قالت لها نعم قولي كل اللي انت عايزها قارت لها مش عايزة حاجة ولا عايزة مشاكل عايزة اشتغل للنهار واخد مرتب بس مش اكتر من كده فياريت الموضوع ده يمشي على هذا الاساس يعني قارت لها تمام قارت لها انا كمان عندي دين كبير جدا لازم اسدده فمحتاجة اشتغل كتير جدا لفترة دي ويكون مرتب حلو قارت لها تمام خلاص انا موافقة خلاص كده بيتم العقد بينهم وبيتفقوا خلاص المفروض ان ساما هتشتغل في شركة سيرين الجديدة اللي بتزبطها اما مايا فبتقوم من النوم وبتجري وبتتسحب وبتخرج من البيت قبل فريدة ما تقعدها زي كل يوم لانها كان نفسها ان هي تقابل رامي وطبعا فريدة بتحاول ان هي تمنعها من مقابلته فريدة اول ما اخدت بالها ان ابنتها مش موجودة فضلت تسرخ وداني كان موجود وقال لها في ايه قارت له ان ابنتها خرجت واكيد حتقابل رامي ولازم دلوقتي حالا يروح ويرحقها ويرجع لها بنتها ساما في البيت وبتلاقي زيت ولين كمان موجودين فبتستغرب انتوا سايبين بيتك وجايين هنا ليه لكن طبعا كانوا هربانين من البيت علشان خاطر عام تلين موجودته دلوقتي هناك فقارت له محترموا نفسكم بقى شوية وقعدت هي ولين تتكلم معاها بينما بعد كده بنشوف ان مايا كانت موجودة عند رامي وبيولعوا شموع وبيعودوا عشان خاطر يتعشوا عشر ومنسي بيطبع عليهم مرة واحدة ثاني لان طبعا كانت فريدة قارت له ان لازم يروح ويرجع مايا وما يخليهاش تقعد ابدا لوحدها مع رامي داني راح لقى هم بيحتفلوا قاعد يطريق عليهم قاعد وسطهم قال انهم حيبات هنا كمان وقال لرامي المفروض يشوف له مكان ينام فيه في الصالة لانه حينام هنا طبعا كل الكلام ده بناء على خطة فريدة عايزة تفرق ما بين بنتها مايا وكمان بين رامي فاكرين مانك لما عمل اتصال لوحدة وقالها تيجي علشان تحل محل السرين الواحدة دي كانت حبيبته القديمة طبعا هنحدد دلوقتي والحد عرض 40 حلقة من المسلسل ما شفناش الحبيبته دي ولا نعرف اسمها لكن اكيد طبعا هنعرف في الحلقات اللي جاية ورايب حتظهر يعني المهم ان البنت دي بتيجي وبترجع تاني من السفر علشان تشتغل مع مالك اللي بيقدم لها عرضي حلوي جدا انها هتشتغل معي بتقوله طبعا انا كنت سافرت خلاص وكنت نسيت الموضوع لكن طبعا ما فيش اي مشكلة هرجع اشتغل معك طبعا هم المفروض اصلا كان بينهم علاقة لكن كان بعيد عنها وكان بيحب سامة فسألته عن حبه لسامة قال انهم خلاص سابوا بعض قالت العشان كده انا دهتيني يعني قالها لا عشاء قاطر بس اتحلي محل سيرين لان سيرين كانت عاملة شغل حلو جدا في الشركة ومحتاجين واحدة زيها سمت تجاهز علشان تروح شغلها في اول يوم في شغل في شركة سيرين ميا بتروح وبتقول لي ملك انقذني من ايد فريدة مش عارف ابدا ان اقاب الرامي براحتي كل ما اروح بتجيب لي داني يا اما تقعدني في البيت جنبها ملك قالها يعني انت عايز ايد الوقتي قالت له لازم تكلم هالي انا مش عارف اقاب الرامي ابدا قال لا تمام خلاص قالت له مفيش هنا مساعدة تساعدك الا لا انا حعمل قهوة بنفسي قالت له طيب ليه قال والله انا عندي نانسي في الشركة بتساعدني لكن صراحة مش عايز اي مساعدة في البيت خلاص انتهينا قالت له على فكرة خلاص الوضع بينك وبين سما انتهى قالها ايوه انتهينا خلاص قالت له على فكرة انا اللي فضحت سما انا اللي بعت الايميل من اللابتوب بتاع داني انا اللي غلط قالها ايه اللي خليك تعملي كده ردت وقالت اني ظروفي يعني خليتها تعمل كده قالها ليه بتكرهيها عملتلك ايه علشان تفضحيها وتعمير مشاكلت كلها وتبعدينها عن بعض اتنرفز عليها كتير وطرتها كمان خرجت على طول على برة وقالت لشكري الحق مالك لانه متنرفز كتير دخل شكري وشاف مالك بيقول ليه الناس بتكره بعض ليه كم تلحق ده ورغل ديه كان طبعا متضايق كتير من بنت عمه بسبب تصرفها مع سما سما في التاكسي رايحة على الشهر ويعني الراجل صاحب التاكسي بيشغل اغنية كانت حطاها هي كرنة لمالك فطبعا قانت لو ممكن تقفل الاغنية قال لها لا مش عايز اقفلها فطبعا كانت بتفكر في مالك سليم مبسوطة كتير الشركة بدأت تتعمل بتقول لي عبدو شسيب الاغراض دي من ايديك انا عايز امسك ايدك قدام كل الناس قال له منك حبيبي قال لها فيه ناس قالت ايوه انا عارفة مش هخبي وحقول قدام كل الناس انك انت حبيبي لانك انت فعلا حبيبي وقفت جنبي فيه ظروف صعبة جدا شجعتيني وكنت جنبت دلوقت مش هتحرج ولا اقول اي حاجة مالك بعد كده بيروح على الشركة وسما كمان بتروح على شركة بتاع السيرين وسيرين بتبدأ تعرفها على الشركة وبيتوريها قضيتها كمان كانت فرحانة كتير ان عندها قضل واحدة قالت لها ايوه مش هتحرج تشتغلي لنهار اتفضلي دي قطك واشتغلي براحتك قدبي احلى التصاميم قالت لها تمام سبكت ممشوطة كتير ان هي تقدرت الاخيرا يعني ويبقى ليها قضاء مالك متضايق كتير جدا من اصوات والحاجات اللي بتحصل تحت في الدور اللي تحت يعني كان فيه شركة جديدة بتتعامل طبعا المفاجأ ان الشركة دي شركة سيرين سيرين الشركة بتاعتها تحت شركة مالك على طول نزل على طول علشان يتخرق مع مديرة الشركة فبيتكلم مع البنت بتاعت الاستقبال قال لها فين صحبة الشركة دي ردت والد انها مش موجودة وحتيجي بعد ساعة بس مصممة موجودة جوه مالك كانت مفاجأته قوية لما راه على الشركة وشاف هناك سماء قال ان انت بتشتغلي هنا قالت له ايوه قال لها يعني سبت اليه فوقيت تشتغلي في شركة بتاع السيرين قالت له ايوه قال لها تمام خلاص عمتنا الماضي خلاص يعني انتهينا قالت له اه عندك حق فعلا انتهينا خلاص ما كانوش عارفين يقوله ايه لكن كانت بتقول ان ايه هتبدأ من الصفر وحتبدأ من جديد تاني قال لها كمان بالتوفيق وسلم عليها كده ببرود والحوار كان سخف جدا بينهم كمان اصلا كم يتصل بيها وهي ما ردتش ورجع تتصل بيه لك انساء يتليفوه في المكتب رجع طبعا على الشركة بعد ما شاف السماء في الشركة بتاع السيرين وقالف كمان ان السيرين اخدت الدور اللي تحت علشان تعمل شركتها رمي بعد كده راح عشان خاطر يتكلم مع مالك بخصوص الشغل والمحل بتاعهم ان في الشركة دلوقتي جاية يعني المفروض ان الشركة دي هتمول مشاريع كتير وان الشركة دي كمان التصميم الا هتعجبه والشركة معينة هيشتغلوا معها فحيكون طبعا ربح كتير جدا ليهم لو التصميم فعلا طلعت كويسة وعجبت الشركة اللي جاية دي وفي نفس الوقت سيرين كانت بتفاهم سماء ان في شركة برضو جديدة المفروض تشوف التصميم بتاعتهم وممكن تختارهم ياري زي مسابقة كده والمفروض ان هم هيقدموا احسن ما عندهم لكن المفاجأة بقى اللي مالك فاجئها الرامي قال له ان الشركة اللي تحت والاصلاحات اللي تحت والخبط اللي تحت ده كله بسبب سيرين سيرين بتعمل شركة تحت هتشتغل ضدنا في نفس المجال مش بس كده ده كمان جابت سمكة مصممة سمكة كمان بتشتغل تحت انا نزلت لقيتها تحت فطبعا رامي كان مصدوم لسه مالك هيقول له على موضوع مايا وتصرفها لكن سكت فرامي قال ان هو بيحب مايا فقال له هو عارف كويس جدا الموضوع الحب ده فطلب رامي ان مايا تحل محل سيرين لكن مالك قال له لا انا جبت البنت اللي حبيبته السابقة دي ان هي تكون هي محل سيرين هي هتقدر تشتغل يعني وبيجي بعد كده طرد في منتجات مجانية لمالك وكمان لرامي بتقدمه نانسي وطبعا المنتجات دي المفروض تمنها بيروح للناس اللي هم محتاجين فريد اعلمت داية كالعادة مش رأي حاجة تعملها بتقول سلطانان هي عايزة تطرد سيتي قال لها مش فاضي الكلام ده انا وراي الشغل وكمان بلاش تقطع يعيش البنت سبه مش على طول فريد انا داية على سيتي وقالت لها عودي عشان انا عايزاكي سيرين قررت تكلم داني داني قال لها نعم عايزة ايه اه اكيد طبعا عايزة شغله صح انت يعني ما عندكش شغلة الوقتي لكن انا مدير مش فاضي سيرين قالت له فعلا انا كمان مديرة على فكرة وكمان في الدرولة تحتكو طبعا داني اتصدم ولا انت مديرة قالت ايوة عندي شركة كمان بتاعتي الخاصة اول معارف كده على طول بدء ان هو يعني يتغير معاها ويحترم نفسه وقالت له ان هي عايزة تقابله في موضوع ضروري جدا وقالها تمام نتقابل روما بيروح بكل صفاء نية وبيبارك لسيرين على الشركة وكمان بتقول له ان عبدو حبيبها وقالها انت خلاص دلوقتي بقيت محظوظة في الحب وكمان في الشغل الف ومبروك بتروح بعد كده البنت دي اللي بتشتغل جديد عند مالك اللي هي كانت حبيبته السابقة وبتتكلم عارف الشغل وبيقول له ان هو لازم يعمل تصميم حلوة كتير وبعد كده بتروح وبتسلم على سلطان وبيرحب بها من جديد في الشركة اكتفي باز القدر ونكمل في فيديو تاني اشتركه في القناة واشوفكو على خير باي باي